السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حلقتنا اليوم معروفة من الغلاف بنا نحكي عن خسوف القمر اللي هو احنا بنعتبره الظلي أو ما يسمى الظلي وهذا الخسوف هو تقريبا الأول خلال هذا العام في خسوف ثاني في شهر عشرة طبعا هو رح يكون اليوم الجمعة خمسة أيار مايو ولكن في أحداث مميزة رح تكون مع هذا الخسوف يعني مش الخسوف هو الوحيد الخطر ولكن في أشياء رح تكون بتكمل الخطر أو بتزيد الخطر أو بتضاعفه واثنين رح يكون في تفاصيل يعني شوي هيك تطلب الاهتمام منكم والتركيز طبعا إذا مش مشترك اشترك إذا مش حط لايك حط لايك بدك تحض السلايك حط السلايك بدك تلغي اشتراكك إلغي اشتراكك بدك تحضرني حضرني بدك تسب علي سب علي يعني كل الأشياء هيني أذكرتكم فيها من البداية طيب أول شي خلينا نبدأ نعرف شو يعني خسوف قمر ضلي يعني عشان انتو تكونوا فاهمين كعلم مش فاهمين بس انو والله بس مجرد معلوم انو والله خسوف وخلص زي وزي اي خسوف ثاني فعشان هيك بدك تركزوا معي في هاي الصورة اللي موجودة أمامي طبعا هي من موقع تايم انديت موقع عالمي متخصص بعلوم الفلك والاسم هذا هي اللي موجوده هنا هذا اسم الموقع بإمكانك أي شخص مثلا بدي يعرف عن قسوف عن قسوف عن حركته وين بدي يكون موقعه هانه طبعا مش دعاية ولكن هاي من المواقع الموثوقة هوه ومموضوعه بس موقع ناسا طبعا عشان تعرفوا اول اشي عادة الناس بتفكر انو الخسوف هو لما بصير لون القمر على سواد يعني يحجب آه نور القمر او ضوء القمر او القمر بانعكاس ضل الارض على القمر فبصير لونه غامق او بختفي ولكن في انواع من الخسوف لانه اول اشي في عنا زي ما انتوا شايفين هاي المنطقة هاي اللي هي المنطقة الضل الكامل احنا منسميها او منطقة حدود الارض لما بتيجي بتكون ما بين الشمس وما بين القمر فعشان هيك بنعكس ضلها اللي هي هاي المنطقة على القمر فبصير غامق هاي المنطقة اللي هي هاي من هون هيك هي المنطقة اللي بسموها منطقة الضل يعني انت لما تحط اي شي على الارض وتتطلع على ظله تلاقي انو المنطقة القريبة من الجسم غامق اللون واطرافها لون فاتح يعني افتح درجات شفافة بتيجي هاي هي المنطقة المقصودة الان هذا المنطقة هاي هي اللي بدها تغطي القمر مش منطقة الارض اللي بدها تغطي القمر ماشي طيب خلينا نشوف بالفيديو ايش اللي رح يصير بالضبط شوف الحركة هنا بدأ عنا مرحلة الخصوص هنا بدأت طلعوا اختلاف اللون ما في خفيف جدا اختلاف اللون في ظل ماشي لحديث ما يوصل لأقصى درجة من الخصوف اللي هي لدرجة انو خلص درجة الصفر اللي هي خمسة فاصلة خمسة اربعة بعدين بمشي شفتوا المنطقة هاي اللي يون كديش ظلت يعني بمعنى اخر انو هذا الخصوف رح يغطي من سطح القمر نسبة ستة وتسعين في المية عشان هيك اسمه ظلي بعض الناس ما رح ينتبهوا او يميزوا انو في خصوف ولا مش خصوف يعني لانه هو اختلاف في لون او اختلاف باشعاع ضوء القمر فعشان هيك بيكون المتخصصين او اللي عارفين انو في خصوف لما يجوا يتفرجوا بيشوفوا انو اختلف ليش اختلف معناته ظل الارض يجي عليه وشكل الخصوف طيب رح يبدأ الخصوف طبعا الساعة ثلاثة واحد عشر دقيقة مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش طبعا في دول ما رح يكون عندها اللي هي عملية غروب الشمس وشروق القمر عشان يشوفوها ولكن هو مستمر من الساعة ثلاثة واحد عشر دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لغاية الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش عشان هيك زي ما حكينا انو في دول ما رح تشوفوه لانو رح يكون القمر تحت الافق لسماء الشرق ولكن دول الثانية رح تشوفوه يعني بتزداد جماليته هي كل ما صعد للافق الان بالنسبة للاردن بما انه سبعة لغاية الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بنزيد ثلاث ساعات يعني بدي يستمر لغاية الساعة عشرة ونص وخمسة الساعة ثلاثة واحد عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ثلاث ساعات يعني الساعة ستة واحد عشر دقيقة الساعة بتكون الغروب مصارش بدنا ساعة كمان اللي هي بعد صلاة المغرب تقريبا بيبلش القمر يطلع بيه اللي هي فترة النولونه غامق شوي او مختلف شوي وصلت المعلومة هاي اعتقد انه يعني بحاول قدر الان كان اشرح بكل بساطة طيب هيك رحنا احنا في نفس الموقع رحنا على الفيديو الاخر اللي هم بيعملوه 3D او بيعملوه محاكاة عن طريق التكنولوجيا عشان يحددوا الاماكن اللي بديوصير فيها الخسوف وايضا كيفية الخسوف كيف بدها تصير هذا فيديو اخر بشرح هذا الموضوع طبعا بالنسبة للخسوف عشان انتوا يكون عندكم معلومات قبل ما نشغل هذا الفيديو بداية الظل رح تبدأ زي ما حكينا ساعة ثلاثة و 11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بعدين ذروة الخسوف رح تصير ما بين الساعة خمسة و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح تستمر لغاية الساعة خمسة و 33 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني في عنا احنا فارق بالوقت تقريبا 11 دقيقة هي مدة الذروة اللي بيكون مغطي نسبة 98% بنتهي الخسوف الساعة سبعة و 35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني مدة الخسوف كاملة رح تكون 4 ساعات و 17 دقيقة و 31 ثانية طيب خلينا نشوف وين بالضبط هذا الخسوف بده يصير وبده يغطي ايش بالضبط هاي بدنا نشغل الفيديو هاي الحركة الفلكية شايفين يعني من بدايته لنهايته وكيف بده يأثر نلاقي انه بلش في المنطقة هاي اللي هي لها علاقة باستراليا بعدين مشى اكتمل بيكون طرف الاردن موجود هاي المنطقة اللي رح تشوف الخسوف اللي هي الغامقة احنا هاي من هاي المنطقة لهاي المنطقة اللي هي هذا الحد هذا الحد اللي بدي يصير فيه الخسوف ماشي ولكن هو مساره بظل ماشي في المحيط بيكتمل هاي المنطقة بيشوفوها طبعا منطقة افريقيا اليمن عمان جزء من الامارات رح يشوفوه مكتمل الباقي رح يشوفوه ب اللي هو شبه الظل تقريبا او منتصف وبنسب على حسب يعني كل مسار لا الو خلينا نحدد الرسم بشكل الاكبر شوفو منشوف بالخارطة هاي اللي هي المنطقة اللي رح يكون فيها مكتمل اللي هي الذروة اللي هو هذا اللون هاي المنطقة فمنلاقي انه هاي المنطقة هي اللي رح يصير فيها الخسوف بذروته الكاملة اللي رح يشوفو الخسوف الظلي باكمله فمنلاقي انه عنا اليمن جزء من السعودية عنا عمان عنا جزء برضو من الامارات العربية جزء من افريقيا برضو اوروبا القارة الجنوبية ويعني تقريبا نقول احنا روسيا والقارة الخطبية الجنوبية معظم سكان اسيا وجنوب شرق اوروبا استراليا افريقيا الوطن العربي اجمالا المناطق المحيط الاطلسي والهندي هادولا اللي رح يشوفو منطقة الخسوف اذا المنطقة هاي اللي هي المنطقة اللونها اغمق شوي هاي المنطقة هاي المنطقة وهاي المنطقة هادولا اللي بشوفوه لما ببلش هاي لما ببلش بدايته وهاي لما ببلش يتناقص يعني لآخر الوطن العربي عشان يكمل الكل رح يشوفو ولكن اغلب الناس ما رح يميزو الا اذا دققوا بشكل كامل بالموضوع هاي الصورة بتعطي وضوح اكثر للموضوع اللي احنا منسميها هو المكان الذروي وين بدي يصير عملية الخسوف عنا هو بداية المسير بتبلش اللي هي احنا منسميها من بي فور لبي فور هاي مسار الخسوف من اول لنهايته المنطقة اللي بدي يكون فيها الذروي اللي هي هذا الخط يعني هذا الخط اللي انتو شايفينه هي هذولا اللي بدهم يشوفوا الذروي القص ولا الو وهذا الخط يعني هاي المنطقة اللي بدهم يشوفوا اللي هي ذروة الخسوف لانه هو بصير في مناصفة لهم الان المنطقة اللي هي ما بين بي ون وبي فور هاي المنطقة اللي رح يشوفوه في حال تناقصه اللي هي لما ببلش يخف ويتنازل يتناقص لا ينتهي الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة بالنقطة هاي اللي هي البي فور فهيكي منكون يعني شرحناه بشكل كامل عشان انه تعرفوك علميا كيف بتنحسب الامور وكيف بتنشاف والتكنولوجيا سبحان من علمهم هذا العلم انهم تصير الامور يبل ما تصير يحطوها كمحاكاة ودراسة وتحليل وزوايا وين بدها تصير وتغطي وين وهات سبحان الله طيب رجعنا للخارطة الفلكية عشان نشرح الجزء الاخر من الموضوع يعني من لاحد انه القمر رح يكون على الدرجة خمستاش الشمس على الدرجة خمستاش فهدولا زاوية التقابل هي اللي بتعني بهذا اليوم انه هي فترة خسوف طبعا لما بيكون اقتران بيصير عادة الخسوف ولكن بالمقابلة لما بيصير المسار ما بين القمر والأرض والشمس موجودين مقابل بعض معناته الامر بيصير علاقة بالخسوف طيب خسوف القمر هذا ايش بيأثر علينا يعني احنا كبشر شو اللي رح يصير ماشي ظاهرة فلكية كونية الدين حكى عنها القدامة حكوا عنها ناس عبدوها ناس عملوا سحر ناس حكوا انه الارض بتبلع الكون وتنين بطلع مش عارف ايش معمل هاي كل الاساطير اكيد اغلبكم سمع فيها وفي كثير رح يروجوا لهذا الموضوع او كثير رح يحكوا عن هذا الموضوع او حكوا عن هذا الموضوع ما بهمنا احنا بهمنا الان تأثيره علينا كبشر عادة لما بتصير حالة زاوية زي هيك او خسوف فهو حدث مش عادي يعني في خلل رح يصير بالطاقة الكونية الموجودة بالذبذبات اللي موجودة رح تعمل فوضى اولا عملية اكتمال القمر لحالها هاي هي نوع من انواع الاسباب اللي احنا منحكي عنها انها يعني بصير عنا فوضى بتعم حياتنا الفوضى هاي بسبب تأثر عواطفنا طيب هذا الخصوف بكون له يا اما ايجابيات يا اما سلبيات يعني الجهتين موجود يعني فيه ايجابيات وفيه سلبيات السلبيات انه ممكن ننصدم بشيء معين ونكتشف اشياء معينة ونتخذ قرارات لبداية حياة بدون متابعة بعض الاشخاص لان الامر الثاني انه اتضاح الرؤية هاي ممكن تخلينا نغير اتجاهنا ونصدر قرار باتجاه يعني الامر الصعب انه انت في النهاية رح تتخذ قرار القرار هذا رغم انه صعب عليك ولكنه بداية حياة جديدة بالنسبة للك وعادة في هيك اتصال بصير فيه عنا نوع من انواع عدم الاستقرار لانه بصير فيه صراع بين المشاعر والافكار وهذا الشيء بينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين بيجعلنا قلقين متشائمين متقلبين بتزيد من الصعوبات ما بيننا وما بين الجنس الاخر بالدل على استياء الجماهير او الرأي العام من حكوم ما او ظهور خلافات عرقية او دينية فيما يخص قضايا الها علاقة بالمرأة وقضايا الها علاقة بالمجتمع وايضا بصير في تقلب في اسعار بعض المنتوجات الصناعية وخصوصا الغذائية منها هذا بشكل عام يعني الكسوف عادة شيء سلبي والكسوف شيء سلبي عادة احنا منحكي ثلاث ايام قبل وثلاث ايام بعد لكن هاي المرة بدي ادخل اكثر عشان ما اخليكو تايهين بالوقت تحسب ثلاث ايام فبدنا نحسب احنا ونشوف اول تحذير انه ذروة الخسوف اللي صاير بتصير في العشرية الثانية يعني موليد العشرية الثانية من العقرب موليد العشرية الثانية من البرج الثور هذول اكثر الاشخاص اللي بدهم يحذروا لانه جاي بالمنتصف تماما يعني درجة خمستاش فعشان هيك هذول اكثر الاشخاص اللي بدهم يكونوا حذرين خلال الايام او خلال مدة تأثير الخسوف طيب عشان نحكي اشي اكبر شوي يعني انا مخلي الخارطة الفلكية امامكو عشان اشوف اذا في حد انتبه ولا انا بدي انبه كلها النقطة طيب عنا الخسوف قائم ولكن مع الخسوف في عنا زاوية تقابل مع اورانوس اللي موجود على درجة 19 فهي تعتبر درجة تقابل وايضا درجة تقابل ما زالت موجودة ما بين القمر وما بين عطارد وهي رح تستمر طيلة النهار يعني بمعنى اخر انه التحذير انه القمر مش بس انه هو رح ينحجب من الارض لحالها او نوره بده ينحجب من الارض لحالها لا هو حتى ذبذبت هاي الكواكب الثلاثة مجتمع رح يتأثر برضو بخلل الطاق اللي رح يكون موجود بالكون وهي ثلاث زوايا سلبية وعطارد لحاله لانه بتراجع فهذا امر سلبي لحاله فما بالك لما يجتمع تراجع وطارد وايضا مقابلته مع اورانوس كوكب المفاجآت والاحداث المرعبة وايضا مع الشمس اللي العلاقة بقراراتنا والامور هاي فهاي الشغلة كلها مع بعض لها نوع من انواع البلبلة طيب الان بالنسبة لعملية الخسوف عشان نبلش واحد واحد يعني بتظل التأثيرات بالنسبة للخسوف الضلي انها بتبدأ من ساعات مساء يوم الخميس اللي هي لحظة دخول القمر على البرج اللي هي على برج العقرب وبتستمر حتى عصر يوم السبت المدة الكاملة او القصوى لذروة الخسوف من مساء الخميس لعصر يوم السبت اما بالنسبة لزوايا التقابل الاخرى اللي موجودة اللي هي مع كوكب عطارد المتراجع في الثاور فهي بتبدأ من ساعات مساء يوم الخميس وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة بعدين بتنتهي يعني عند منتصف الليل خلص تأثيرات الزاوية السلبية التقابل مع عطارد بتنتهي ولكن هي من مساء يوم الخميس متشكلة يعني من مساء يوم الخميس وطيلة يوم الجمعة تأثيراتها موجودة في ساعات المساء تقريبا مع نهاية الخسوف بساعتين بتكون انتهت هاي تأثيراتها ان بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع وهذا شيء بيكون مصدر للتوتر خصوصا اذا كانوا متعبين من وشوي عندهم ضغط زيادة عن اللزوم فهذا بيعمل زيادة او ضغط زيادة عليهم اكثر مما يعرضهم لعدم التركيز وايضا بيزيد من نسبة الحوادث اغلب الناس ما بيتحكموا في افكارهم او بكلامهم او بذاكرتهم عشان هيك بيصير يوم الجمعة في نوع من انواع الفوضى والعصبية والتوتر والحدية والقلق وال وطبعا في اختلاف رح يصير في المناخ اساسا اما بالنسبة لها دوليا فهو بيسلط وسائل الاعلام الضوء على الانتهاكات اللي بتتعرض لها المرأة في المجتمع وممكن توجه انتقادات لأساليب التدريس والتعليم او مشاكل او مشاكل الها علاقة بالتدريس والتعليم وضع المدرسين الاساتذة الصحافي كاجمال في فوضى في قرارات في تسريبات في اشياء زي هيك وبرضو توجيه الصحافي انتقادات لوزارة النقل وزارة الاعلام اللي هي الوزارات اللي الها علاقة بالاتصالات والمواصلات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل اللي مع اورانوس بين القمر وبين اورانوس فهاي الزاوية طبعا بتبدأ تأثيراتها من ساعات ظهر يوم الجمعة وبتستمر حتى عصر يوم السبت هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بتجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبي الاطوار وهاي الشغلة برضو بتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او في العواطف بتدفعنا لعلاقات عابرة ممكن تعرضنا للفراق بين وبين اشخاص بسبب عصبيتنا غيرتنا شكنا تقلبنا هاي الاشياء دوليا هي بتدل على استياء في الرأي العام من تضييق الحريات خصوصا حرية المرأة وبرضو بتدل على وقوع حوادث مفاجئة داخل الجماهير والتجمعات والتكتلات البشرية يعني من ساعات ظهر يوم الجمعة ولغاية عصر يوم السبت الامور اللي لها علاقة بالحدية وتقلب المزاج بتكونوا واعيين لالها بشكل كامل يعني صار عنا ثلاث تأثيرات فعشان هيك نطلع بالنتيجة الكاملة للموضوع انه تبدأ تأثيرات الخصوف علينا من ظهر يوم الاربعة ثلاثة خمسة ولكن ذروة التأثيرات الخطيرة تبدأ من مغرب شمس غروب شمس يوم الخميس يعني من عند مغرب يوم الخميس وبتنتهي التأثيرات الكاملة او الذروة كاملة مساء يوم السبت ستة خمسة يعني رغم انه التأثيرات رح تستمر حتى يوم الاثنين إلا انها بتكون ضعيفة جداً يعني بمعنى آخر في عنا احنا التأثيرات بتستمر من يوم ثلاثة خمسة ولغاية يوم ستة خمسة هاي الذروة هاي الذروة القصوى للموضوع ولكن من يوم الثلاثة بتبدأ التأثيرات شوي نشعر فيها ولكن ما بتكون بالقو القصوى لها ومن يوم ستة خمسة بتنتهي الذروة القصوى ولكن بتستمر حتى يوم ثمانية خمسة ولكن بتكون ضعيفة عشان هيك في التعليقات لما كنت احكي انه ابتداء من يوم الاحد اللي بده يعمل عمليات جراحية او عنده اشياء مهمة بده يعملها الا التجميل الا لسه بنحكي التجميل ولكن كعملية جراحية خطوات جديدة شوي بتخف التأثيرات مش زي ما كانت موجودة في فترة الخصوف عشان هيك فترة الخصوف كنت احكي دائما انه انتبهوا ما تتخذوا قرارات حاسمة تتعقلوا ما تعصبوا ما تنفعلوا ما تحاولوا انكوا تبدأوا بشيء جديد ما تغامروا ماليا يعني خلوا اليوم يمشي بشكل روتيني او الفترة هاي تمشي بشكل روتيني بدون اتخاذ قرارات حاسمة عشان ما تبقوا بالفشل وبعدين تيجي بيعني فترة صعبة جدا فعشان هيك بتكون تنتبهوا طيب خلينا نروح نشوف ايش التأثيرات او اهم التأثيرات اللي رح نوخذها على الابراج برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بما انه رح يكون مؤثر على برجين متقابلين فاول شيء من نحذرهم في امور الها علاقة بالشراك المالية لانه يعتبر هو البيت الثامن المتخصص بامور المال المشترك فبتكنوا تحذروا من القروض والديون والنصابين محتالين الامور الها علاقة بنزوات التأثيرات تسوق القرارات اللي بتتعلق في الامور المالية هاي كلها بتكونوا حذرين فيها وايضا بما انه التراجع وورانوس والامور هاي كلها موجودة في البيت الثاني بدهم يحذروا من اي خطوة او في اي خطوة مالية وبرضو وبرضو نركز على امور بالنسبة لكم خصوصا الشراكة المالية الشراكة العاطفية ما بين الازواج ممكن يتصرف الزوج تصرف تفهمه انت بطريقة خاطئة فتعمل انت تصدر قرار كأنه يعني لغم وانفجر فحاول قدر الامكان ضبط الاعصاب ما في داعي للتسرع باتخاذ القرارات ضبط الاعصاب مطلوب جدا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا بده يركز على امرين الامر الاول انه بده يركز على العمل وعلى علاقته مع زملاء بالعمل بدهم ينتبه لصحتهم بشكل اكبر من التقلبات الصحية لما تصير بشكل مفاجئ وايضا من العصبية او سوء تفاهم ما بينهم وبين احد الزملاء الاهم منها انه التراجع والزوايا الاخرى اللي رح تتشكل هي في بيت المتاعب فبدهم يحذروا من اي مؤامرة تحاك ضدهم بالخفاء فعشان هيك بدهم يكونوا يقضين وما يأمنوا لأي شخص الا اذا بثقوا فيه مية في المية اما اشخاص عابرين يغرروا فيهم يقنعوهم بشيء فهاي بتكون مصيبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان فهنا منلاقي انه عملية الحركة اللي رح تكون فالعقرب بالنسبة لهم البيت الخامس اللي له علاقة بالأولاد بالأحبة يعني بالغراميات بالهوايات بالأمور هاي بالترفيه ولكن بدكوا تنتبهوا انه ايضا المقابل وفيه عندكم مربع يعني رح يتشكل مربع المريخ اللي موجود عندكم والمشتري اللي موجود بالحمل وهذا البيت اللي يعتبر بيت قوي بالنسبة ل بيت الاصدقاء او بيت العلاقات فعشان هيك منه لهم ديروا بالكم الأمر من سوء تعاملكم مع الأحبة مع الأولاد ممكن يتواجهوا متاعب مع صديق ممكن من خلال حفلة أو مناسبة شوي يصير فيه سوء تفاهم مواجهة كشف أوراق خيبة أمل أشياء من هذا القبيل فحاولوا ما تتخذوا قرارات ويكون فيه نوع من أنواع الهدوء برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا يعني المشكلة عند موليد العشرية الثانية من الأسد طبعا هي كل موليد برج الأسد ولكن العشرية الثانية تحديدا وأنا منلاقي أنه هاي الزاوية اللي راح تتشكل يعني صحيح أنه زي ما بسموها القمر الأسود موجود عندنا ولكن القمر الأسود نفسه بشكل زوايا تربيع على الجنبين يعني مع الكواكب اللي احنا ذكرناها مع أوراق خصوصا يعني منلاقي أنه هاي موجود مع أطارد موجود مع الشمس موجود مع أورانوس يعني ثلاث زوايا موجودة كاملة وأيضا مع القمر و يعني حفلة فعشان هيك هاي زوايا التربيع بتركز على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت إلها علاقة بالعقارات وإلها علاقة بالسمعة إلها علاقة بالمسؤولين فهي الأمور الأساسية اللي بتكت انتبهولها ممكن يظهر خلاف سوى تفاهم مشاكل عائلية إشيئة علاقة بالبيت حدث معين عصبية قرارات هاي كلها ممكن تصير فبتكوا تكونوا حذرين وأيضا على مستوى العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين وأيضا على مستوى السمعة بتكوا تديروا بالكم بتشوه سمعتكم بأي تصرف إن كان مخالفة قوانين أي شيء أمني مع أشخاص تأمنوا لأشخاص ويستغلوكم أو يحذروكم فهي كلها من الأشياء اللي بتكونوا حذرين منها برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هنا بدهم يعني يعتبره إلو علاقة بالبيت الثالث التنقلات وبرج الثور يعتبر البيت التاسع اللي إلو علاقة بالسفر فأنا بدهم يحذروا في السفر داخل المدن أثناء قيادة السيارة أثناء حركتهم ممكن يصير عندهم أعطال كثيرة بالسيارات بالأجهزة الإلكترونية ينفهموا طريقة خاطئة من حوارهم من نقاشهم فعشان هيك بدهم يكونوا واضحين يحاولوا يقللوا من انتقاداتهم في هاي الأيام يحذروا أثناء سفرهم على الطرقات المفتوحة أو الشوارع المفتوحة الأمور اللي إلها علاقة بمواضيع القضائية بدهم ينتبهوا أنه الفترة هاي ما يعني أي قضايا لا ترفع في هاي الفترة يبعدوا عن الأمور والمشاكل القضائية قدر الإمكان لحديث ما تنتهي تأثيرات هاي الزوايا الموجودة اللي عندهم امتحانات جامعية أو عندهم دراسة بيلاقي أنه صار فيه التشتت عندهم بالتركيز أو التفكير يحذروا أثناء حركتهم من الإصابات برضو داخل البيت أو في الشارع أو أثناء لعب الرياضة أو أشياء هاي يعني بدها تركيز أكثر فأكثر ويتمالكوا نفسهم من العصبية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا التركيز أول إشي القمر في بيت المال وأيضا هو رح يكون مقابله تماما وأيضا إلو علاقة في الأمور المالية فعشان هيك من نقول له موليد برج الميزان بدهم يحذروا في أي خطوة مالية ما يبادروا بخطوات مالية ويحذروا من صرقة لأموالهم أو ضياع حاجياتهم أو من النصابين من المحتالين بدهم يحذروا أيضا في شركاتهم المالية أو الأموال المشتركة أمور الهلاقة ببنك بضريبة بتأمين هاي الأشياء بدهم يكونوا حذرين منها يحاولوا أنهم يدخلوا بأي مجازة أو مغامرات مالية لأنه ما رح تكون لصالحكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أول إشي هو القمر موجود عندكم وزي ما حكينا بأثر على موليد العشرية الثاني بقوة فهو رح يأثر على الجميع ولكن موليد العشرية الثانية تحديدا هم أكثر الأشخاص اللي بدهم يكونوا حذرين بما أنه موجود وعننا زي ما حكينا الزوايا اللي إلها علاقة بالتقابل ما تركزوا ليش على موضوع زاوية التربيع الأهم أنا عندي زوايا التقابل اللي موجودة اللي بتيجي ما بين بيت شخصيتك وبين بيت الشراكة المالية والعاطفية هاي أخطر مكان فعشان هيك منحكي لما أوليد برج العقرب بدهم يحافظوا على مصالحهم بدهم يحذروا في أي خطوة جديدة بدهم يبدوا فيها يتمالكوا أعصابهم عصبيتهم حدية طباعهم ردات فعلهم لأنه مش لصالحهم اتخاذ أي قرار ممكن يشعروا بالخدلان ممكن يشعروا بالقهر ممكن يشعروا بضغط استفزاز يتمالكوا أعصابهم وأيضا على مستوى أمور الشراكة المالية والعاطفية بنجد الضغط برضو بأثر على الأزواج سوت فاهم فرض وجهة نظر أراء غير متقبلة وحتى بشركاء العمل طاقة ضعيفة بدهم ينتبهوا على الصحة من التقلبات وأيضا من بعض الأمور اللي ممكن تكون طارئة برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا هنا منلاقي أن القمر موجود في بيت المتاعب وأيضا زوايا كلها رح تكون في البيت السادس اللي له علاقة بالصحة فعشان هيكي التركيز رح يكون على الأمر أول إيش بيت المتاعب فهنا بدنا يقول لهم بدهم يحذروا من مؤامرات تحاك ضدهم في الخفاء من مقربين أو غير مقربين من أحبة من أصدقاء من أعداء من أعدقاء كله بدك تكون حذر منه ما تأمن لأي شخص كثير من موليد برج القوس ممكن يكون عندهم مراجعة أو دخول لمؤسسات كبيرة اللي هي إلها علاقة بالسجون إلها علاقة بالمستشفيات إلها علاقة بالشركات الدولية ولكن بدون اتخاذ أي قرارات أو خطوات تنحسب ضدهم أما بالنسبة للبيت السادس اللي إلها علاقة بالصحة والعمل فهنا بدهم ينتبهوا في علاقاتهم مع زملائهم في العمل وأيضا بدهم ينتبهوا من مشاكل إلها علاقة بالوضع الصحي تقلبات هاي بدها الحذر اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي يفضل إنه يراجع طبيبه برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ونمنيجي على القمر اللي موجود عنا في بيت 11 اللي إلوه علاقة ببيت الأصدقاء والمعارف العلاقات الاجتماعية المناسبات الاجتماعية وأيضا هو رح يكون في البيت الخامس اللي إلوه علاقة بالأحبة والأبناء والترفيه والتجميل والأمور هاي طيب هاي الزوايا كلها لما تكون موجودة معناته هنا من قلوب ممكن تواجه متاعب مع صديق أو سوء تفاهم أو في حدث معين تستفز حدث اجتماعي أو حد يحاول يتآمر عليك ما بينك وبين أشخاص أنت بتعرفهم فتفقد علاقة بسبب هذا التآمر هاي وحدة اثنين إنه هنا الزوايا كلها في البيت الخامس فهنا بدك تنتبه في علاقاتكم مع أحبائكم لا سيما مع أبنائكم مع أحبابكم ما في داعي للمغامرات ابعدوا عن الحضوض تماما ما تبالغوا بالحضوض ما تركنوا أنه في حض ما في حضوض خلال أيام هاي وأيضا ما في داعي للمجازفات المالية يعني هاي كل هالأمور بدكت تأخذوها في عين الاعتبار برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا الدلو بدهم هذا يعتبر بيت السمعة بالنسبة لهم يعني زيهم زي الأسد هي زاوية التربيع يعتبر البرجين بالنسبة لهم فعشان هيك هذا بيت السمعة فبدهم يحذروا ويحافظوا على علاقاتهم مع المسؤولين بدهم يحافظوا على سمعتهم ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا للتهور وأيضا على الأمور اللي إلهي علاقة في البيت الرابع اللي إلهي علاقة في أمور عقارية أو أمور إلهي علاقة بالبيت والعائلة ومفاجآت عائلية ممكن تظهر على الساحة تلفت انتباهك يا إما صحة أحد الأحبة يا إما أحداث منزلية أو أعطال منزلية أو اهتمامات إلهي علاقة بصياني أو أمور زي هيك وطبعا بالنسبة لما أوليد برج الدلو لا تنسوا أنه زاوية التربيع ما بين بلوت وما بين المشتري قائمة رغم أنه في زاوية تزديس يعني موجودة مع نبتن إلا أنه زاوية التربيع تعطي ضغط زيادة على الموضوع لأنه برضو المشتري عامل زاوية التربيع مع المريخ فأنا منجد أنه أنت يعني سهل استفزازك ردات فعلك غير مدروسة وفي نفس اللحظة منجد أنه البيت السادس بالنسبة لك مشغول بالمريخ فعشان هيك الإصابات وأمور الها علاقة بشد العضل والتوتر وأمور الها علاقة بالسترس على أنواعه ضغط عليك فعشان هيك ممكن أنه تتصرف بطريقة غير مدروسة وتكون برضو سلبية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا بما أنه البيت الثالث يعتبر لألكم له برج الثور والبيت التاسع يعتبر لألكم برج العقرب وأنا منقولكم بدكم تديروا بالكم أول إشي على مستوى تنقلاتكم حواراتكم نقاشاتكم تنقلاتكم سيارتكم أجهزتكم الإلكترونية من الأعطال والأمور هاي وأيضا من الإصابات أي أول وحدة نين نبتل نفسه بشكل زاوية التربيع اللي هي العلاقة بالبيت والعائل وأحداث عائلية وبيخلى الوهم يسيطر عليكم والشك والغير والتوتر والكوابيس والأحلام والأمور هاي فهي برضو نقطة بدكم تكونوا حذرين منها خلال هاي الأيام لأنها راح تتعزز بالزيادة وأيضا البيت اللي إلو علاقة بالسفر البعيد معناته بتكون تحذروا على الطرقات خاصة في السفر البعيد وفي أي موضوع إلو علاقة بالقضاء بتكونوا حذرين من هاي النقطة يعني بمعنى آخر يعني العصبية والحدية والتسرع ما بتنفع خلال هذا اليوم هيك منكون انتهينا من حلقتنا لطويل شوي اللي إلها علاقة بأمور الخصوف الضلي بتمنى أني أنا أكون أعطيتكم معلومات كاملة ووصلت المعلومات بشكل سلس إذا عجبتكوا هاي الحلقة وهاي الطريقة وهذا الشرح اكتبوا لي في التعليقات ما تنسوا المش مشترك يشترك والمشترك يلغي اشتراكه واللي بدي يعمل لي بلوك ما ينساش واللي بدي يعمل لي ديسلايك برضو ما ينساش اللي حاب يكتب لي تعليق برضو ما ينساش اللي عنده سؤال أو استفسار برضو يكتب لي اللي عنده نصيحة يكتب لي اياها اللي عنده دعوة حاب يدعي لي أو يدعي علي برضو يكتب لي اياها ما عندي اي مشكلة وهيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الخصوف وكل الخصوف وانتوا ان شاء الله بكل الخير وفي النهاية بنقول والله واعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء